أعلنت السوق المالي السعودية تداول عن التقرير الشهري لقيم ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية حيث بلغ مجموعة القيمة السوقية لأسهم المدرجة بأكثر أو تريلونين وعشرة مليارات ريال بنهاد فبراير الماضي وبنخفاض نسبته 17% مقارنة بشهر يناير أما فيما يخص قيمة ملكية المستثمر الأجنبي فقد شكلت ما نسبته 5 أو أقل من 10 نقطة الماوية من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة اشتركوا في القناة